اشتركوا في القناة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء فأما خليل فيقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله وأما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت بابك باب الملك وفي رواية باب اللحدي رجعت وتركت فذلك أهله وحسبه وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله فيقول إن كنت لأهون الثلاثة علي يعني الإنسان العبد يقول إن كنت يخاطب العمل إن كنت لأهون الثلاثة علي رحلة الإنسان يرعاكم الله في هذه الحياة محدثة معلومة يقطعها الإنسان من الميلاد إلى الوفاة في حركة متصلة وعدم وعمل دائم يجمع المانا لمعاشه يكون أسرة يعمل الحياة حتى إذا قضى الأجل أو قضي الأجل الذي كتبه الله له وجد نفسه يمضي وحيدا يمضي فريدا إلى عالم الآخرة يبحث عن من يصحبه إليه ويؤنسه فيه ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حال الإنسان عند الموت رغبة الإنسان في من يصحبه في رحلته الجديدة برجل يشبه ذلك صلى الله عليه وسلم برجل له ثلاثة أخلاء والخليل هو الصديق الوفي الخالص الصفي خالص المحبة فعرض أمره على أكثرهم حبا له وقربا منه وذكره بما كان بينهما من الخلة والصحبة والإكرام ورغب إليه في أن يخدمه في تلك الحال فاعتذر الخليل الأول بأنه لا حيلة له مع قدر الله ولا يمكنه أن يفرج الغم النازل أو ينفس القربة الحاصلة وأنه لن يستطيع أن يتحرك معه خطوة واحدة ولا يملك إلا أن يعرض نفسه ليأخذ منه متى شاء ويدعى ما شاء منه أن يأخذ ما شاء ويدعى ما شاء وذلك هو المال ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فلما يأسى منه اتجه إلى الخليل الثاني وعرض عليه ما عرض على الأول فأجابه بأنه لا حيلة له في كشف هذه الغمة أو تنفيس هذه القربة وأنه ليس بإمكانه إلا أن يقوم على تمريضه ورعايته حتى لا تفارق روحه الجسد أو حتى إذا فارقت روحه جسده غسله حسن تكفينه ثم سار بعه إلى قبره ودعه فصار وحيدا فريدا ثم يرجع فيأكل من تراثه ويقسمه بين المستحقين وذلك هو الأهل صدق من قال تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني وذو الميرات يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا الله أصرع ما نسوني وهذا هو الذي يحصل عندئذ لم يجد العبد أو لا يجد العبد غير ثالث الأخلاء أهون الأخلاء في نفسه شأنا وأخسهم قدرا فعرض عليه ما عرض على سابقيه وهو يعتذر عما كان من هوانه عليه وتضيعه إياه وزهده في مصاحبته فوجده أقرب الثلاثة منالا أقرب الثلاثة منالا أحسنهم جوابا أشدهم به تعلقا فقال له أنا معك لا أفارقك في الدنيا ولا في الآخرة أدخل معك قبرك أؤنسك في وحشتك أصحابك في رحلتك الجديدة أدخل القبر معك نعم حين تدخل وأخرج معك حين تخرج ولا تجدني مفارقا لك أبدا ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا المثل بأن الخليل الأول الذي لا يغادر مكانه ولا يتحرك مع صاحبه هو المال الذي ستنقطع صيلته بمجرد دفنه في قبره لينتقل إلى غيره ولا منفعة فيه إلا بما قدم منه صاحبه في حياته وأما الخليل الثاني الذي يقوم على التمريد والغسل والتكفين والدفن فهو أهله وأما الخليل المستمسك به الذي يدخل معه قبره ويخرج معه إلى حشره فهو عمله مع أنه في حياته كان من الزاهدين ولذلك الخليل الثالث الذي هو العمل وهو الشاهد عندنا وهو ثمرة إن شاء الله هذا الحديث الخليل الثالث الذي هو العمل الذي يدخل مع صاحبه قبره فيكون معه ويكون معه إذا بعث ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان وبه تقسم المنازل في الجنة والنار قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه من عمل من عمل صالحا اللهم اجعلنا منهم من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وقال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون فالعاقل من عمر بيته الذي تطول فيه إقامته ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا لم يكن مغبونا بل كان رابحا ولذلك قال وابن منبه قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان بيت غائب وبيت شاهد فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك عمرك القليل أو عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل قال بعضهم لابن آدم بيتان بيت على الأرض وبيت في بطن الأرض فعمد إلى الذي على وجه الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ثم عمد إلى الذي في البطن أو في بطن الأرض فأخربه فإذا قيل هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه أو إذا قيل يعني إذا قيل له البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه قال لا أدري قيل له والذي أخربته كم ستقيم فيه قال فيه مقامي فيه مقامي على الدوام قيل تقر بهذا تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل القبر فين غد الدوم لما قام طبعا القبر أول منزل من منازل الآخرة وليس هو المثوى الأخير كما يشاء كما نسمع نسمع أكذا ذهب إلى الرحل إلى مثواه الأخير المثوى الأخير إما جنة وإما نار إما جنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة وإما نار عياذا من الله فلذلك يقال له إنسان يعتقد يوقن جازما بأنه سيرحل إلى الدار الآخرة فلذلك يقال له أنت تقر بهذا على نفسك وتزعم أنك عاقل اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه إنك وإنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته